ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة المرحيم عقدت هذه الجلسة الحوارية اليوم في مديرية بيئة الأنبار التي تناقش تغييرات المناخية واثارها على الشحة المائية طبعا انخفاض مناسب نهر الفرات كبيرة جدا زيادة التلوثات أكيد بسبب انخفاض بسبب رمي الملوثات إلى نهر الفرات دون معالجة وخاصة من قبل معامل الرمل كانت لنا نشاط يوم أمس مع قام مقامية القضاء الرمادي وتم إزالة 18 معمر رمل على ضفاف نهر الفرات وكذلك هناك إجراءات قانونية على محطات المجاري في ظل عدم وجود حلول بالتأكيد ستكون هناك مشاكل أكبر أزمة شحة المياه هذا يعني هناك ليس فقط نقص في المواد المائية ولكن انخفاض مناسب المياه هذا يعني مما يؤدي لترسبات وتراكمات كيميائية فبالتالي تلوث بيئي خطير قد يكون يضرب مناطق واسعة من المحاطة انخفاض الإيرادات المائية انخفاض جريان المياه يقلل من جودة المياه يزيد من نسبة التبخر يزيد من نسبة العناصر المذابة في الماء يزيد من نسبة الملوثات بشكل فعلي بالتالي مع وجود أنابيب للصرف اللاصحي هنا تكمن الخطورة وهنا يكمن مشكلة التلوث ومشكلة الشحة المائية اليوم نبحث عن حلول سريعة وهي تعظيم المورد المائي في المحافظة تعظيم المورد المائي عن طريق شقين الشق الأول هو الذهاب إلى البحوث والدراسات اللي نستفاد منها في هذا المجال مثل استخدام حقن الغيوم واستخدام الاستمطار الصناعي اللي رح يجلب خزين المحافظة من المياه وكذلك الشق الثاني أيضا هو ترشيد استخدام المياه خليني نتعامل مع المياه في حالة الندرة المائية وليست في حالة الوفرة المائية اليوم المسؤولية كبيرة جدا المسؤولية أخلاقية وإنسانية ودينية وشرعية بنفس الوقت وتحتاج تضافر الجهود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة